أنا ما سمعتش أو ما شفتش غير المسلسل ده وقريت عنه بقالنا خمس شهور تقريباً منصور لصم خلصين ما قعدتش أسمع يعني بره حصل إيه كده كفية اللي بيصوره بس طبعاً في أحد شوفه خلال الأحداث في قصص كتير في مواقف كتير بتحصل بس أنا مبسوطة إنه منقول حاجة مهمة ومش مطلعين اللي بني أدميه الملايكة يعني كل بني أدم له طريق التفكير وفيه اللي بيقع في الطريق ده وفيه اللي بيرجع عنه وفيه اللي بيكمل وفيه اللي بيعرف يلاقي من يخلصه ويوعيه فهم قصدي؟ وفيه اللي بس بيبقى تعبان نفسياً وفاكر نفسه من نتكلم عن العالمه وعن الثقافة وعن خمسة واربين حلقة يعني مليانين ولإن الموضوع صعب ومش سهر ومش ما تعودناش نشوفه كتير كده فكان طبعاً بالنسبة لي مشكل لي كده إيه نوع من استفزاز كده وقلق بس فيه تحدي في نفس الوقت لأنا أنا عارفة الرسالة اللي هنقولها من خلال الشوخل بس طبعاً فيه مشات فيه كلام فيه أحداث كده كانت بالنسبة لي مزعجة يعني بس بعدين طبعاً لما بتقرأ خمسة واربين حلقة وكده خلاص بها تتعود يمكن ما عرفش بيحصل حاجة أهم رسالة إنه في حاجة اسمها ربنا وفي حاجة اسمها علم وما حدش يروح لحاجات نتجتها أو نتجتها وحشة هي معروفة من الأول أنا واثقة أنه ما بيشبهش أي عمل لأنه مستوحة من حاجات حقيقية زي ما بقول لك طبعاً معمول بسياق درامي طبعاً في الآخر إن شاء الله تحبه وهو مش شبه أي حاجة ممكن تلاقي قصة أو جملة أو حاجة تشبه عليها بحاجة تانية بس ده مش معناه إنه متاخد من حاجة أو شبه حاجة كنت مشغولة جداً في التصوير الفترة الفاتحة بصراحة لسه ما بقليش كم يوم مخلصة فبالعكس أنا ردود الأفعال جات لكلها إجابية إن شاء الله مسلسل رمضان 2021 ضل الراجل مع ياسر جلال اشتركوا في القناة